تعتبر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إحدى الوزارات المعنية بدعم عجلة التنمية على مختلف الأصعدة فقد عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ المشاريع والمبادرات الهادفة للارتقاء بالعمل البلدي والعمراني والزراعي في المملكة يعتبر العمل البلدي أحد ثمار المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حيث حرصت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على دعم مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والتجاوب مع توصياتها وقراراتها المرفوعة والتي بلغت في العام 2017 ما يزيد على 331 قرار وتوصية وترجمة لهذه القرارات والتوصيات فقد تم تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج المحققة لها ومنها المتنزهات والحدائق وزيادة الرقعة الخضراء ومضامير المشي والواجهات البحرية والتي تجاوزت في مجملها ما يزيد على 200 حديقة ومتنزه وواجهة بحرية في مختلف محافظات المملكة علاوة على مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ في المرحلة المقبلة وعلى صعيد تراخيص البناء ودعم عجلة التنمية العمرانية فقد أصدرت الوزارة من خلال المركز البلدي الشامل وأمانة العاصمة والبلديات ما يزيد على 9752 رخصة أسهمت في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية وتوفير المساحات اللازمة للأنشطة التنموية لدعم الاقتصاد الوطني كما عملت شؤون البلديات على تفعيل الالتزام بالقرارات المنظمة للعمل البلدي كالباعة الجائلين وإشغالات الطرق وتنظيم المباني والأسواق العامة والإعلانات التجارية وعلى صعيد الثروة البحرية والتنمية الزراعية فقد مضت الوزارة قدما في مشاريعها ضمن معطيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الهادفة للارتقاء بالأمن الغذائي وما تضمنته من أهداف تتعلق بدعم صغار المزارعين والمربين وتشجيع الإنتاج الحيواني والزراعي والرعاية البيطرية وحماية المملكة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وباعتبار أن مصدري الأرض والمياه يعتبران الرافدين الأساسيين في عملية التنمية الزراعية فقد حرصت الوزارة على تطوير منظومة التشريعات والقوانين للمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على استخدامات المياه الجوفية والمحافظة على هذا المورد للأجيال الحالية والمستقبلية كما اهتمت الوزارة بالأبحاث الزراعية وإكثار النخيل والإنتاج المحلي من خلال المختبرات الزراعية كمختبر زراعة النخيل بالأنسجة والتجارب الزراعية وإكثار الفواكه المحلية ومضت الوزارة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي كمشاريع الاستزراع السمكي والأرياف الصناعية والزراعة بدون تربة وإنشاء الحاضنات الزراعية علاوة على تنفيذ المشاريع الهادفة لدعم تسويق الإنتاج كالأسواق الموسمية ومنها سوق المزارعين وسوق الزهور وإنشاء السوق الدائم للمزارعين بمنطقة هورة عالي وعلى صعيد الثروة البحرية فقد مضت الوزارة في جهودها في المحافظة على المخزون السمكي من خلال تطبيق القرارات المتعلقة بحماية الثروة البحرية وتعزيز الرقابة على مناطق الصيد البحري علاوة على تطوير المرافئ وتزويدها بالخدمات المختلفة بما يدعم الصيادين المحترفين في ممارسة مهنتهم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تسهم في بناء الوطن ودعم اقتصاده وعمرانه من خلال مبادرات ومشاريع وبرامج تحقق رفاهية المواطنين والمقيمين